كان وزراء الخارجية العرب عقد اجتماعا تشاوريا مغلقا في مقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وهدفت الجلسة للتشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على أجنت الدورة الوزرية غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات ملفات سوريا والسودان والقاضية الفلسطينية وكذلك تنسيق المواقف بشأن تلك القضايا والاتفاق على مشاريع القرارات التي ستصدر عن الدورات الوزرية غير العادية لمجلس الجامعة العربية